أعلم بحضراتكم من جديد زي ما قلت لحضراتكم بالتأكيد عن التكلم في ملفات مهمة جدا لأن الفترة اللي جاية كل الكلام هيكون على الأجندة القرية والمسابقات القرية في ظل انطلاق كأس الأمم في القد فوار في ست مدن في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام الجال البالح كان عندنا انفراط مهم جدا متعلق بتصنيف الحكام الأفرقى والتصنيف ده كان مهم لأنه بالتأكيد لازم تعرف الحكام اللي هتدير مبريات في المسابقات القرية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات تعرف كل حكم جايلك تصنيفه كام هل بيتضحك عليك وبيجايلك حكم مش مصنف ويتقال لك لا أصل الحكم ده مصنف ولا لا فالنقاط الفنائي اللي زي دي بتبقى مهمة جدا ومفيدة سواء للأندية المصرية أو حتى ليه منتخبنا الوطني وحتى المنتخب لن بيبدأ مشواره بمباراة موزنبيق يوم 14 يناير الساعة 7 بتوقيت القاهرة أنا أعرف ساعتها الحكم اللي هيتم تعينه لهذا اللقاء تصنيفه إيه تصنيفه متقدم هل من حكام البروفيشنال هل من حكام النغبة دي نقاط مهمة جدا بالتأكيد من خلال شاشة قناة الأهلي هنتكلم على كل الجوانب دي عشان يبقى دعم إعلامي قوي جدا لمنتخبنا الوطن في الفترة اللي جاي النهاردة عندنا بقى حاجة تانية ومش عايز أقول إن الاتحاد الإفريقي بيضع إدارة المسابقات في مأزق لأنه حط الأجندة من اليوم الأول في السنة 24 حتى اليوم الأخير والمأزق معناه مش إنه هو عمل أجندة فيها ارتباك شوية لا بالعكس ده هو حدد كل حاجة خلاص باليوم وبالساعة وبالضيئة بحيث إنك تقدر تحط الجدوى للدوري بتاعك في الفترة اللي جاي وبالتالي أعتقد بعد ما هنستعرض الأجندة الرسمية اللي تم اعتمادها في 16 ديسمبر الماضي الأجندة اللي أنا استعرضها دلوقتي تم اعتمادها رسميا في 16 ديسمبر يعني معلوماتي إن الأجندة دي لدامكم على الشاشة دي وصلت لاتحاد الكورة من إسبوعين الأجندة دي وصلت لاتحاد الكورة من إسبوعين الناس بس تعذرنا إحنا حطين ووتر مارك عليها باسم القناة لأن للأسف يعني أحد المواقع الرياضية بالأمس خدت سكرين شوت من على الشاشة ونسبت لنفسها ونسبت لنفسها تصنيف الحكام وقالت إن الكاف هو اللي كشف رغمني وقدت سكرين شوت من على شاشة قناة الآلي واستعانت بدأ في الخبر اللي نازل على الويب سايت وعلى الموقع بتاعها عشان كده النهاردة إحنا أي حاجة نستعرضها لازم نخط عليها ووتر مارك عشان نوثق ده بالمستندات قدام حضراتكم الأجندة دي الأجندة الرسمية والألوانات اللي قدامكم دي ألوانات البطولات يعني لما تبص كده في شهر يناير في خط بيان يبدأ من 13 يناير حتى 31 يناير دي بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكودفوار هتبدأ من 13 يناير لغاية نهاية يناير ثم تستأنف أو تستكمل البطولة في شهر فبراير لغاية يوم 11 فبراير وبالتالي أول حاجة رسمية في الأجندة اللي استعرضناها على الشاشة مع حضراتكم كأس الأمم الإفريقية طيب بعد ما تخلص كأس الأمم تنطلق قدامكم وعلى شاشة بقى الشرح التوضيحي أكتر لحضراتكم من 23 إلى 25 فبراير دي الجولة الخمسة لبطولات الأندية الإفريقية الجولة الخمسة دوري أبطال وكأس الكونفيدرالية من 1 إلى 3 مارس الجولة الستة لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية من 18 إلى 26 مارس دي أجندة دولية للمنتخبات في الفترة دي منتخبنا هيلعب مباريات ودية وفي نفس الوقت الاتحاد الإفريقي حدد أن الفترة دي هتتعمل فيها التصفيات التمهيدية التصفيات التمهيدية لأمم أفريقيا عشرين خمسة وعشرين على طول بعد ما تخلص كأس الأمم ما تخش على التمهيدي بتاع كأس الأمم في المغرب عشرين خمسة وعشرين طبعا منتخبنا مش هيلعب التمهيدي طبقا للتصنيف احنا مش هنلعب في الفترة دي مباريات تمهيدية ولكن في الفترة دي المنتقى باستغل الأجندة الدولة ويعمل مباريات ودية من 29 و 31 مارس زهاب الدور ربع النهائي لدور أبطال إفريقيا من 5 ل 7 إبريل إياب الدور ربع النهائي من 19 ل 21 إبريل زهاب نصف النهائي لدور الأبطال والكونفيدرالية 26 ل 28 إبريل إياب نصف نهائي دور الأبطال والكونفيدرالية زهاب نهائي الكونفيدرالية 10 ل 12 مايو إياب نهائي الكونفيدرالية 17 ل 19 مايو زهاب نهائي دور الأبطال من 17 إلى 19 مايو والإياب من 24 إلى 26 مايو أجندة دولية تصفيات كاس العالم الجولة الثالثة والربعة من 3 إلى 11.6 إلى 20.24 دورة باريس دورة الأولمبية في باريس من 24.7 إلى 10.8 الموسم الجديد الموسم الجديد للبطولات الإفريقية زهاب الدور التمهيدي من 16 إلى 18 أغسطس ده زهاب الدور التمهيدي للموسم الجديد طيب إياب الدور التمهيدي الأول واللي عنديتنا بتلعبش فيه بنسبة كبيرة يعني من 23 إلى 25.8 طيب روح بقى كمان لأجندة دولية الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقية حددها من 2 إلى 10.9 دي بداية التصفيات الرسمية لمنتخبنا الوطني وهذه التصفيات المؤهلة لكاس الأمم في المغرب 20.25 ضربة البداية 2.9 ضربة البداية 2.9 طيب زهاب دور الـ 32 اللي بتولد أنديات إفريقيا من 20 إلى 22.9 وده اللي بتلعب فيها الأندية المصرية سواء أهلي أو الأندية اللي بتبقى موجودة بيرامد الزمالك في يوتشار يعني اللي موجودين بشكل مستمر في المسابقات الإفريقية من 27 إلى 29.9 ده إياب الدور الـ 32 أو التمهيدي التاني خشي بقى على الجولة الثالثة والربعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم في 20.25 من 7 إلى 15 أكتوبر خشي بقى كمان على الدور المقرر أو ملحق الـ 18 إلى 20 أكتوبر ده الزهاب والإياب من 25 إلى 27 أكتوبر ممكن ده يتلغي وتتلعب مكانه النسخة التانية من السوبر ليج التوقيت ده ممكن تتلغي فيه ملحق الـ 18 إلى 20 أكتوبر ونعمل تاني النسخة التانية من دوري الإفريقي السوبر ليج طيب الجولة الخامسة والسادسة ودي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم في المغرب 20.25 من 11 إلى 19 نوفمبر 20.24 خشي بقى على دور المجموعات في الدوري الأبطال والكونفدرالية الموسم اللي جاي مش الموسم اللي احنا فيه 22 إلى 24 نوفمبر الجولة الأولى من 6 إلى 8 ديسمبر الجولة التانية من 13 إلى 15 ديسمبر دي الجولة التالتة في 20.24 شوفوا السنة بالكامل 20.24 تم تحددها رسميا من يناير مرورا بكل الأشهر حتى شهر ديسمبر كده أعتقد الاتحاد المصري وقدارة المسابقات عندها خريطة كاملة تقدر تسكن فيها المباريات المحلية حسب معلوماتي إن الأجندة دي تم اعتمادها وقرسلت للاتحاد المصري يوم 16-12 يعني من حوالي أسبوعين هل وصلت للأستاذ عامر حسين مش عارف لأن مبارح وأول مبارح قريت وسمعت تصرحات لأستاذ عامر حسين بيشتكي فيها من الأجندة الدولية وبيشتكي فيها من الأجندة القرية لكن طبقا للورق الرسمي اللي معانا الأجندة تم اعتمادها وتم إرسالها لكل الاتحادات الأهلية وبالتالي المطلوب دلوقتي إن الاتحاد المصري أو ربطة الأندية تسكن كل مباريات الدوري من الأسبوع السابع للنادي الأهلي حتى الجولة الأخيرة ولو ما كانتش جد قد نهي النهاردة استعرضناها وممكن نبعتها لهم سواء على الإيميل أو على الواتس آب ولكن خلاص هي وصلت رسمي فمحتاجين نشوف بقى استكمال باقي مباريات الدوري هتبقى إزاي في الفترة اللي جاية الناس في الكافة اشتغلت وطلعت واعتمدت المتوقع بقى نعرف إحنا وضعنا إيه في الدول المصري هنخلص إمتى هنستمر لغاية إمتى أنا كنت سامع لغاية تلاتين سبعة بعد كده سمعت كلام جديد مبارح لا ممكن نخش في تمانية قد الأجندة عندك هاي ابدأ حط موعيدك وحط كل مطشاطك وجدولك وكل شي ولو مستني حاجات تانية ممكن تكون متعلقة من الاتحاد الدولي موعيد بطولة الانتر كونتينيلتل والكلام ده كله ما تقلقش كل ده لسه بعد شهر تمانية مش هيتلعب دلوقتي لأن بطل أوروبا وبطل أفريقيا مش هيتحدد إلا بعد شهر ستة فكل ده هيتحدد فيه مع بعض حط جدولك وحط أجنددك وورينا بس الدولي هيخلص إمتى عشان نبقى كلنا كده إيه على مية بيضة شايفيني الموسم هيستمر لغاية إمتى عشان أنا شايف بصراحة حاجات يعني نقدر الله ممكن تكون لها تأثير سلبي على الأندية والمنتخبات خلال الفترة اللي جاية ده جانب مهم جدا كان لازم النهاردة يعني نكشفه لكل السادة المشاهدين لأن دي أخبار مهمة جدا بالتأكيد أنا واثق الكلام ده ما طلعش في حتة قبل كده ما فيش برنامج نقاش الكلام ده قبل كده الموعد دي لأول مرة بتطلع على الشاشة لكل محبي الكرة الإفريقية والكرة المصرية في الفترة اللي جاية